بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أن بين أيدينا أداة يستعملها معظمنا هذا الهاتف الخلوي هذا الهاتف لا بد من شحنه من حين إلى آخر فإن لم يشحن أصبح قطعة من البلاستيك لا معنى لها إطلاقا الإنسان المؤمن يحتاج إلى شحن يشحن كل يوم خمس مرات بالصلاة وكل أسبوع في صلاة الجمعة شحن عيار أثقل وعنده شحن سنوية برمضان شحن يومية بالصلاوات الخمس شحن أسبوعية بخطبة الجمعة وفي شحن سنوية برمضان وفي شحن بالعمر كله الحج عبادات هدفها الكبير عقد الصلاة مع الله أصل هذه العبادات أن يذوق المؤمن حلاوة القرب من الله فمرة أمره أن يدعى الطعام والشرب مرة أمره أن ينتقل من بلده إلى بلد بعيد يعني العبادات منوعة بس كلها تصب في خانة واحدة أن يحكم المؤمن من خلال هذه العبادة الصلة بالله عز وجل قال الله من صاحب الكمال والجمال والنوال لو أخذنا الجمال كل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله ونحمد الله كل ما في الكون جمال طبيعي جبال قضراء سهول بحار طفل جميل وجهك القمار نبات نباتات لا تعد ولا تحصى مزروعات حقول كل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله أنت في هذا الشهر تتصل مع أصل الجمال فإن لم يكن هذا الشهر أسعد أيام العمر هناك مشكلة كبيرة أنه الإنسان ما فهم حكمة الصوم أراد الله عز وجل أن يجعلك في ظرف تحكم الاتصال به شهر ثلاثين يوم طعام في النهار ما فيه فأنت أمرك أن تدعى أشد الأشياء قرب منك تلول الطعام حتى أكل الطعام المباح ما نهاك عن معصية نهاك عن مباح يعني إمعانا في الامتحان يعني مثلا أب أعطى ابنه يعني هيئله أرقى مدرسة بأعلى قصد هيئله ألبسة جيدة هيئله حاجاته كلها هيئله مبلغ يعطيه إياه كل يوم نعم فمر في أكل على الماء من صنع أمه والأكل نفيس جدا قال له الأب لا تأكل يا أبني ألا ينبغي أن كل هذا الخير من أبيه كل هذا الكمال كل هذا العطاء كل هذه الحكمة هاي الأشياء كلها ألا تسمحوا لهذا الأب أن يعطيك أمر لم تفهم حكمته حاضر بابا ما باقول الله عز وجل أراد أن يمتحن عبوديتنا إليه نهاك عن شيء حلال نعم عن طعام وشراب وكأس ماء فالصيام عبادة الإخلاص يعني الإنسان بيديل يصوم أمام الناس يدخل لبيته ما في جهة تراقبه ويتناول كأس ماء بارد أقول كلمة دقيقة يعني حينما تصوم معنى ذلك أنت مؤمن إيمان عملي أن الله معك لأن لا أحد من الناس ممكنه أن يتحقق من دقة في بيتك وحدك حتى ما في زوجة لا في أولاد والسلاجة فيها ماء بارد وأنت عطش بشكل فضيئ ما في جهة بالأرض تضبطك بهذه المعصية إلا الله فحينما لا تشرب معنى ذلك أنت مؤمن أن الله معك حتى العلماء سموا هذه الطاعة عبادة الإخلاص لله عز وجل الصيام 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 جميل جميل طيب دكتور أعود إلى أصل الفكرة وربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج منا عبادة ولا امتناعا عن طعام ولا عن شراب لماذا كانت عبادة الصوم يعني أراد الله أن يعيننا على أن نتصل به من خلال هذه المعصية كي نذوق طعم القرب منه حملنا على أن نعقد اتصالا معه من خلال عمل يمس حاجاتنا دعك دع الطعام والشراب يا رب لماذا دعك دع الطعام تنفيذا لأمر الله عز وجل حبا بالله نعم فهو أعطاك أمر يتناقض مع حاجاتك اليومية من أجل أن تشعر أنه أنت قطعت الله وقدمت شيء سمين له من أجل أن تذوق طعم القرب وأنا بقول كل من الأخواننا المستمعين يعني أنت إن لم تقل في شهر الصيام ليس أحد أسعد مني في عندك مشكلة تارك طعامك وشرابك لوجه الله لوجه خالق السماوات والأرض لوجه ملك الملوك لوجه مالك الملوك لوجه قيوم السماوات والأرض لوجه الذي سوف تقف يوم القيامة بين عديه هذا الصيام عبادي من مستوى عالي جدا لماذا لرمضان هذه البركة العظيمة الكثيرة يعني الدكتور بالحديث اللي بدأنا فيه من صام الرمضان وفي الحديث الآخر من قام رمضان فالصيام في النهار والقيام بليل إذن رمضان من أوله لآخره ليد ونهار هو مبارك أبدا ما سر بركة رمضان دكتور يعني هو الحقيقة سؤال دقيق جدا الله عز وجل يتجلى على عبادي نعم بتعبير آخر يعني تتنزل السكينة على قلب المؤمن عقب طاعة عقب مؤثرة عقب جهاد عقب إنفاق عقب 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 أن العمل الصالح يصعد إلى الله نعم يرجع للعبد سكينة استقراراً استقراراً سعادةً توازناً يرجع سكينةً نعم فأنا بقول إنه أكتر عطاء إلهي بالصيام أن هذا الصائم يشعر لأنه أطاع الله وركل شهوته بقدمه والجو حار والماء بارد ترك كل هذه الأشياء التي تريحه لجسمه ابتقاء مرضات الله يشعر أنه يعمل عمل مع الله كبير هذا العمل وإن كان سلبي بس سلبيته إيجابية المقصود بسلبي أي الامتناع ما فعل شيء ما أعطاه ما أنفق أما سلبيته إيجابية يشعر أنه الله بيحبه هذا الشعور هو تكأته للاتصال بالله عز وجل ونعم بالله طيب شيخنا الفاضل القرآن الكريم مربوط كثيراً في شهر رمضان ودائماً نقول أن رمضان هو شهر القرآن رمضان أنزل فيه القرآن ما الحكمة في أن يرتبط القرآن الكريم بشهر رمضان مبارك الله عز وجل فيه أشهر مقدسة عند الله عز وجل نعم رمضان شهر مقدس ونالك من الزمان من هو خير غيره من الأزمنة نعم أبداً كرمضان لذلك الله ربط نزول هذا الكتاب الأول للبشرية بشهر رمضان يعني جمع بين شيئين كبيرين نعم بين كونه كتاب الله وبين نزوله في شهر رمضان المبارك سبحان الله هل فيها رسالة مثلاً دكتور للمسلم بأن يكثر تحديداً من عبادة قراءة القرآن في رمضان مثلاً بأن يكثر من عبادات أخرى ممكن لكن الأصل أنه أنت أمل لك دورة تدريبية نعم سنوية دورة تدريبية سنوية نعم بتعبير معاصر دورة مكسفة أنت عندك مدرسين من كل المواد بس لأن الرياضيات مادية صعبة جداً يجرى للطلاب دورة مكسفة في الرياضيات لأسبوعين كل يوم في محاضرتين تسمى دورة مكسفة فرمضان دورة مكسفة للمؤمن نعم يعني في شهر عبادة شهر قرآن شهر أنفاق الزكاة شهر أنفاق الصدقة دكتور شهر صية الرحم أنت شبهت شهر رمضان بالدورة الإيمانية التدريبية أي دورة تدريبية يقيس المشارك نجاح فيها إذا تحلى بمهارات إضافية كمسلم ما الذي يجب أن تحلى فيه بنهاية رمضان يجب أن يشعر أنه إذا تصل بالله وأسعد الناس هنا في الصلاة بالله على أسر ترك المباح دافع ثمن هذه الصلاة ما يصير لك والعمل الصالح ويرفعه إنسان طرق بابك بحاجة لمال ومعك مبلغ لا تملي غيره فلما ألحى عليك وتأكدت أنه فقير دفعت كل ما تملك لهذا الفقير نعم لأنه هلأ أردت أن تصلي المغرب أنت فعلت شيء مهم معك مبلغ أنت بحاجة إله لكن آثرت طاعة الله على حاجتك صلك عمل صالح تقدمه بين يدي الله عز وجل لذلك الآية والعمل الصالح ويرفعه الاستقامة سلبية بتقول أنا ما كذبت ما أنا ما غشيت أنا ما غذبت كلها فيها ماءات العمل الصالح عطاء أنفقت من علمي من مالي من قوتي من جاهي نعم دكتور في الحديث القدسي الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذبه فيه معنى عميق وخطير عميق جدا لماذا خصصت هذه العبادة وحدها أنت حينما تؤمر بغض البصر نعم في النهاية لم تشوش نفسك بامرأة لا تحل لك أنت حينما أنفقت زكاة مالك نعم جاءك الرزق وأضعاف المضاعف يعني أي عمل تفعله هناك ما يقابله في الدنيا أما الصوم يعني هذا لله فقط تركت الطعام والشراب فهو من أجل الله عز وجل لأن أحيانا يأتي غني دينه رقيق لما ينفق تأتي أضعاف مضاحفة فألف أنه الإنفاق مربح مثلا لأنه ينفق وهو يتمنى الربح يأتي إنسان آخر يستقيم ببيعه وشراءه لغلّة بتكتر وثق الناس به يعني كل الأعمال يفعلها الإنسان إلى أثر إيجابي آني فالإنسان بعد حين يفعلها طمعا بأثرها الإيجابي إلا الصوم ما في أثر إيجابي الأثر الإيجابي عبادي صار الطعام موجود ما أكلت الشراب موجود ما أكلت إلا الصوم فإنه لي ولا معنى آخر لي يعني من أجلي وحدي ما في عمل تفعله أمام الناس إلا قد يتسرّب نقطة التي أوضحتها في البداية إنه صعب أن يدخله الرياء أبدا سبحان الله نعم حتى إذا واحد صام نفل وما حكى إلا صايم يوجه الله صام لو فرض أنه لو حكى ما شاء الله الله يبارك فيك الله يكثر أمثالك لا أنا ما حكي إلا كلمة طيب دكتور في هذا الحديث نفسه في تتمته مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام ويقسم والذي نفسه محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيبه عند الله من ريح المسك خلوف فم الصائم معروف أن رائحة أحيانا قد تكون بشريا مزعجة لماذا جاءت الأحادي يعني الكلمات أطيبه عند الله من ريح المسك يعني إذا واحد تعطر بأرقأ مع العطور وكان بمعصية وإذا كان عم يقدم عمل صالح بجهد عضلي وعرق شديد والعرق مالح أي تراحية رائحة أطيب رائحة العطر الفرنسي ضمن المعصية لما رائحة العرق المالح ضمن الطاعة هذا المعنى سيدي سبحان الله لما هو بذل جهد وترك الطعام إليه رائحة لفمه بس لأنه هذا رائحة الطعام اللي تركه إذا رائحة الطاعة رائحة القرب رائحة المؤثرة طبعا لا يفهم منها دكتور أن يتعمد الإنسان أن يصدر رائحة من فمه فهو يحفظ على السراك والفرشاة أبدا أبدا لكن طبيعة الجسم بشكل عام لو كان يحافظ متما تفضلت معظم الناس بعد العصر في رائحة ليست محمودة من فمه ليست إرادية ليست تقصرة دكتور في ذات الحديث يعني بالجوز الأخير منه للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحة وإذا لقي ربه فرحة بصومه لماذا للصائم فرحتان دكتور سيدي إذا واحد ما صام رمضان وشعر ببعد عن الله كبير شعر ببعد وشعر حل وعاصي وجحد هذا الفضل بيجي العيد بيفطر بيأكل مع الناس هو كان عم يأكل طول رمضان بس اللي صام حيفطر بالحكايتهم يعني الامتحان موقعت الفرحة الأولى أنه الامتحان انتهى ونجحت يعني أول يوم العيد فيه إفطار فأنت شعرت أنه أنت صمت رمضان إيمانا واحتسابا وخضعت لمنهج الله والمشقة بالصيام انتهت فرحة الأكل لأنه عفوا برمضان كله ممنوع أول يوم بالإفطار يعني بإذن يشرب كاسة شاي الساعة عشرة عيد فيه يأخذ كاسة لبان مثلا فيه يأكل كل شي فيه يشرب كل شي يأكل فاكهة متى شاء أما الصوم هو هيك ففرحة هي فرحة من أيام فيها منع إلى أيام فيها فتح لا تكون إلا لصاحب الهمة ومجتهت في العبادة وشوف مشقة الصيام انتهت بقيت الجائزة واللي فطر برمضان لذائل الإفطار انتهت بقي الاسم دقيقة الفكرة سبحان الله اثنين واحد صام واحد ما صام يلي صام مشقة الصيام والحرمان والعطشة الشديد واليوم طويل بأيام الصيف اجا اليوم العيد فطر خلاص صار متله متغيره بس بقي الأجر واللي أكل مفطرا متعمدا وتمتع بالأكل برمضان لم يكن بمشقة فاللي تبعه انتهت بقي الاسم والحصر في القلب اي حان و الساعة الطاعة كلها عند يوم القيامة تنتهي متاعبها ومشاقها وتبقى الجنة وليستمتع بالزنا بالخمر بالقمار طول حياته تنتهي هذه المسرات بتوهمه بالنار أمامه تنتهي تنتهي راكب دراجة ماشي على طريق مستوي واجه طريقين واحد نازل واحد صاعد النازل طريق معبت وفيه أزهار وفيه أشجار وراكب دراجة راكب دراجة ما فيه أريح لراكب الدراجة من طريق الهابط ما فيه جهده منه والثاني صعود والصاعد فيه غبار وفيه أكمات وفيه أحجار وفيه حفر والحر شديد أنا بيختار الواحد بحواسه الخمس النازل معلق لوحة مكتوب هذا الطريق النازل ينتهي بحفرة ما لها من قرار فيها وحوش كاسرة من شهر مؤكلين شيء بس لوحة وبعدين فيه جنب اللوحة منظار وبالطرف الثاني فيه لوحة قصر منيف لمن وصل إليه وشيء آخر وفيه منظار فيك تقرأ اللوحة فيه قصر منيف لمن وصل لهذا الصعود وفيه منظار لما بشوف أنت اللوحة والمنظار هون وهون ما بيختلف قرارك كنت هتنزل هالي هتطلع واضحة تمام تمام لذلك الدين فيه متاعب إن عمل الدنيا سهل بسهوته سهل بسهوته ما المقصود عفوا دكتور بها؟ غفلة غفلة سهى عن عواقب هذه المعاصي سهل بسهوته لا يصلي أكل على زوءه مرئة فتاة ملأ عينه من محاسينها مثلاً وإن عمل الجنة حزنه بربوته إن عمل النار سهل بسهوته وإن عمل الجنة حزنه بربوته الله يفتح لكم يا دكتور قبل أن نقف الفصل دكتور هل يمكن أن يفهم في هذا الحديث إذا أفطر فرحة أن الله سبحانه وتعالى يجعل مكافأة نفسية للصائمين باختلاف نكهة الطعام إلى الأطيب يعني دائماً الناس يقولوا أن كاست المي عند الإفطار لها مذاق لذيذ بس هي قوانين سيدي يعني أنت ممكن تأكل وأنت لست جائعاً الطعام له طعام بس أنت لما تكون جائع جداً تتذوق الطعام تذوق مذهل لذلك في ألمانيا في أكبر مستشفى بأكبر خطب الألماني مكتوب نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فعد هذا الحديث أصلاً في الطب الوقائي الله هذا الطب الوقائي لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع صلى الله عليه وسلم الله يفتح ليك يا شيخنا ويكرمك ويرفع من وراتبك إن شاء الله مستمعينا الكرام إلى أفاصل قصير ونعود معنا عبر أثيري ذاعدكم حيات أفهم لنكمل مشوارنا ودرسنا مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب نابلسي وحديثنا فيه عن الاستعداد شهر رمضان فابقوا بالقرب من جديد حياكم الله مستمعينا الأكارم على الهواء مباشرة في مجلس العلم والإيمان مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب نابلسي حياكم الله شيخنا وأستاذنا الكريم بارك الله بكم ونفع بكم الله يكرمك يا دكتور محمد نحبكم في الله ونحب مجالسكم لكلامكم طيب يا دكتور لا تصدق أن هناك حب من طرف واحد الله يحبك يا سيد وأنا أحبكم الله يكرمك وهذا على لسان كل مستمعينا الكرام إن شاء الله دكتور في حلقتنا على الاستعداد لإستقبار رمضان كيف يستعد الإنسان بعدما تعرفنا على عظمة رمضان ومكانة أجره عند الله كيف يستعد الإنسان لإستقبار رمضان وبيننا وبينه تقريبا عشرة أيام يعني أحيانا يمكن أن تمثل الأمور الفكرية بأشياء مادية فالواحد ماشي بحياته العادية حنعمل حياته العادية مستوى رمضان في مستوى أعلى في قيام الليل يعني الترويح في تلاوية القرآن في غض بصر محكم وإن كان المؤمن كل حياته بغض بصره بس يعني شوية دينه خفيف في رمضان في إتمام العبادة عبادة العين وما في غناء مثلا ما في أشياء ما بترضي الله على الشاشة تشوفها يعني في ضبط ضبط الحواس والمشاعر والشاشة وما إلى ذلك فإذا كانت رمضان بمستوى أعلى من حيث الضبط والعطاء في عندك سلبي وإيجابي ضبط والعطاء وقبل رمضان بمستوى أدنى إنسان ما في يطلع قفزة واحدة من أدنى لأعلى فالمستوى العالي يحتاج إلى مستوي مائل أبل منه يعني ضبط لسانه سيدنا من قاطع حتى تأكد من وضوح الفكرة إذن رمضان كما تفضلت وكأنه قمة مرتفعة نعم والإنسان بإيمانياته وهمته نوعا ما ضعيفة في الأسفل العادية في الأسفل لا يستطيع القفز القفز بيوم ما بصير تمام فإذا كان من خمسة عشر عبان بدأ يعني غض بصره يصلي قيام الليل أحيانا يقرأ قرآن كل يوم الأعمال هاي اللي تتقرب من رمضان أليفها قبل أن يأتي رمضان رمضان بيتقنوها يا سلام لكن لا تبدأ في رمضان لا يبدأ من قبل حتى يعترض عليها وفي رمضان الإتقان سيدني بكل المشاريع الضخمة في مرحلة تمهيد بكل المشاريع حتى بالأعمال الأدبية في مرحلة تمهيد فالتمهيد لا بد منه جميل وعلى الإنسان الذي يغيب عن هذا التمهيد وينتظر أول يوم وكأن رمضان حبة سحرية تغيره قد لا يستطيع طيب دكتور ونوه لمستمعين بداية الرغبين من المشاركة الهاتفية معنا على 06516 40 20 06516 50 20 وأيضا 06516 20 60 في حديثكم عن الشهر الفضيل مرحبا باتصالاتكم دكتور بعض الناس يبدأ بهذا الشيء يبدأ رمضان لا تكون الهمة كما ينبغي ينتظر أو أول أيام تكون همة عالي ينتظر نصف رمضان وكذلك الحال يتوسم العشر أو آخر التغيير تنقضي ليلة 27 تنقضي ينتهي رمضان ولم يتغير فيه شيء ما الخلل والله في عالم أجاب عن هذا السؤال بس إجابة قاسية يعني اسمح لي لك يا هارم طبعا قال العالم إذا إنسان صلى فلم يشعر بشيء صام فلم يشعر بشيء ذكر الله فلم يشعر بشيء فليعلم أنه لا قلب له خالق الأكوان تدع الطعام من أجله وانت جائع وقد يكون شهر بالصيف إكراما لهذا الإله العظيم تقربا إليه خضوا عن دطاعته ما في شيء سيدي من سابع المستحيلات أن تتودد إلى الله بشيء ثم لا ترى مودة أكبر من مودتك له بنزل على قلبك السكينة بتحس بسعادة لا توصف شو السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء بيعطيك بسموه السكينة أو التوفيق بتلاقي عملك موفق كلامك سديد نظرك ساقب القرار حكيم في بيتك سعيد بالعمل سعيد هاي السكينة وأنا بقول الكلمة إن لم تقل أيها المؤمن وأنا لا أبالغ والله ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني في عندك مشكلة كبيرة جدا سبحان الله إلا أنت مع القوي مع الغني مع الجميل مع الرحيم مع اللطيف مع من بيده كل شيء إذن الأصل دكتور أنني حينما أتقرب إلى الله بامتناء عن الطعام الشراب أن يرزقني الله عز وجل سكينة تغمر القلب نعم ماذا لو لم أشعر بهذه المشاعر دكتور رب صائمين كما قال النبي الكريم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فالخلل إذن في تلك اللحظة أنني لم أعطي العبادة حقها هو لما نفهم الصيام ترك الطعام والشراب ليس غير أكبر خطأ بالصيام هو ترك الطعام والشراب الشيء الملموس أما ترك الغيبة والنميمة واطلاق البصر وسماع الغناء وجلسة لا ترضي الله وطرف لا ترضي الله وصديق لا يرضي الله بعيد عن الدين وتفلت في بعض الدول دكتور وصار هناك تركيز على بعض الشكليات أو الجماليات كزينة رمضان وكأثواب لرمضان وعزائم رمضان هل ترى دكتور أنها تزيد من روحانية الإنسان لا والله إذ كان رمضان كله عزائم وكله بسلسلات هذا ما عند رمضان إطلاقها ألغي كشهر عبادة والله لا أبالغ ألغي كشهر عبادة لأنه عنده كل يوم عزيمة طعام طيب بياكلوا بعدين في سهرة على المسلسلات وكلها برامج هالبرامج يعني ما تأخذني أو بعض البرامج الساقطة صممت خصيصا لشهر رمضان المبارك التناغض بحياتنا عجيب المعصية صممت لشهر رمضان المبارك شوفي بالأفلام في خيانات أحيانا في معاصي وأسام في تفلت سيدنا من تجاوز كل هذه القضايا المحرمة ذهب إلى بعض القضايا مثل زينة رمضان وفانوس رمضان وكذا هل تراها جميلة؟ سيدي في عادات وتقاليد إن لم تتصادم مع الشرع ما في مشكلة هل تراها شيخنا تتصادم؟ لا ما بتصادم فرح لكنها بنهاية لها حجمها ليست فرقور بديل عن رمضان أما أن نكتفي بها انتهى رمضان أن نكتفي بهذه الزينات انتهى رمضان طالب إيام بل بس بدلة أنيقة ألم باركر قد يحط معطر بس ما عم يدروس انتغت مهمته كله تمام تمام الله يفتح عليكم طيب شيخنا الفاضل جزء أيضا من العادات والتقاليد مثل قضية العزائم الموجودة التي تحدثت عنها موجودة عندنا بالأردن بكثرة هل بداية يؤجر الإنسان عليها أو اللي عليها أن يحضر بنيه والله يتمنى من أخواننا الكرام المستمعين يا أخي أش دولة بعد رمضان شو بصير أكلنا من المغرب صلينا بعد إيجا العشي ما أعد مع أحبابك أول كان لغيت الترويح لغيت رمضان إنت إذا كان لغيت الترويح إذا ما لغيته ما في نصف ساعة نصف ساعة بعد الأكل حال جامع رحت أما إذا كانت أخرت العزائم لبعد رمضان شو في مانع دنيا فطار بيجوا الظهر بيعدوا تمول عشية مثلا إذا في ولائم اجعلها بعد رمضان خلي رمضان شهر العبادة فقط طيب لو كان هناك يا شيخنا في رمضان ولائم لكنها محدودة ليست يوميا بشكل يوميا ممكن بالمعتدى الماشي الحال تراهد جيدة دكتور نعم أقارب واحد عزم ابنه عزمة أبوه مثلا ما في مشكلة بس مو الأصل عزائم الأصل المقربين جدا إلك دعوك برمضان وأنت أمت على المغرب وأمت على الترويح بعد دمنا ما عاتبوك وين رايح يمدروه على الترويح لم تدور في جدول العبادات جميل دكتور هل تنصح بجدول العبادات في رمضان يكتب الإنسان يعني إذا كان قرأ كل يوم جزء بس قراءة متقنة وقراءة مع التمحيص أيت الأمر أيت النهي أية كونية عمل حاله هيك كتابة دراسة الآيات كل يوم جزء يعني عنا قراءتين قراءة تعبد وقراءة تدبر ما الفرق بينهم؟ التعبد كل يوم جزء بارة أما التدبر تم يومين بآية وحدة بأبعادها بمؤدياتها بتطيقاتها العملية ماذا قال عنها المفسرون؟ الله يفتح لك يا دكتور قراءة تعبد وقراءة تدبر الله يفتح لك يا دكتور نسا ذيناك نشرك معنا مستمعين الكرام في هذا الحوار على الاستعداد لإستقبال رمضان أم محمد أولى متصلين تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أم محمد أعطيتم العاة والله يزيك الخير الله عافيكم يا رب بس ممكن أسأل شو السؤال المرأة المرأة اللي عندها أقصى ممكن تستجيل رمضان وما عندها وقت تتعبد الصلاة على قراءة القرآن نعم يكون وقتها محدود بين أقصالها ممكن تستجيل رمضان حتى تطمع منه نتائج أحسن كانت مدفرقة يعني إلى العبادة هو السؤال في مشكلة سؤالك من شان رعاية الأولاد ما عندك ولد ولا خمس دقائق مستحيل أم ما عندها ولا خمس دقائق ولا عشر دقائق والله يا سيخ أنا عندي ثوأم عمرهم سنتين ونص وبنت عمرها ثاني ونص إذن أنت في عبادة العناية بأولادك أنت في عبادة أنا أقول كلام دقيق ما الحد الأدنى والأعلى لها دكتور وسؤاله محمد يمكن يمس كثير من الأمهات يعني في مجتمعنا يعني أنه امرأة مهما كان عندها مسؤولية عند زوج عند أولاد وعند أطفال رضع ما يلتقى مع ربع ساعة بالأربع عشر ساعة ما بيناموا الولاد بالليل ما بيناموا كلهم يعني إذن هي تحاول أن تنظم الوقت طبعا نعم سيدي تنظيم الوقت حضارة طيب دكتور هي اسمها إدارة الوقت دكتور لو تعارضت مسؤوليات البيت مع العبادة لا العبادة أول لا المسؤولية أول حتى لو كان ابن عم يبكي طيب شيخنا النبي اللهم صلى الله عليه بيقرب بالفجر صفحة مثلا سمع طفل يبكي أم قرأ أقصر آية فلما سئل قال سمعت صبيا يبكي ينادي أمه ببقائه فراحمته الله أكبر صلى الله عليه وسلم إذن لو تعارضت العبادة دكتور مع المسؤوليات الأولويات في البيت الأولوية لهذه البيت طبعا طبعا لو كانت العبادة فريضة دكتور مثلا صلاة المغرب وأولادها وبيتها يحتاجونها والمغرب تعرف دكتورها وقت ضيق محدد بنتظروا لتنتهي صلاة إذن تصلي الفريضة لا الفرض له اعتبار آخر إذن سيدنا كسلم أولويات الفريضة واحد طبعا البيت اثنين ما زاد من العبادات ومنها الترويح البيت أولى حكمة الإنسان في إدارة الوقت في أن يؤديه نعم جميل جدا الله يفتح عليك يا دكتور ويزيك عنا كل خير شيخنا فاصل قصير ونعود معكم ومع مستمعين الوتيم حوار نهاذا وحدثنا الاستعداد الاستقبال الرمضان بحول الله فابقوا بالقرب حياكم الله مستمعين الأكارم على الهواء مباشرة مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النبي حياكم الله أستاذنا وشيخنا الفاضل بارك الله بكم منافعة بكم أهلا وسهلا بكم يا دكتور محمد هذا لقاء الأسبوع يأتيكم مستمعين عبر أثير إذاعة حياة تفهم ويعاد بذات الليلة البث الأول المباشر يوم وثلاثاء الساعة الثالثة بعد موجز النباء ويعاد بذات الليلة الحديثة عشر مساء والجمعة الخامسة مساء بحول الله أهلا ومرحبا بكم دائما وأبدا عن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان متواصلين معكم مستمعين الكرام دكتور أكثر نصائح تنصح الناس فيها في استعدادهم لاستقبال رمضان في هذه الأيام يبدأ بقراءة القرآن ولا بتهذيب النفس ولا بمجالس العلم بماذا دكتور؟ قرآن الفجري إن قرآن الفجري كان مشهودا يعني أنسب وقت لقراءة القرآن بعد صلاة الفجر وفي ذكر إن أمكن وفي عبادات تعاملية يعني طعام الفقراء شهر الخير شهر الأنفاق شهر أداء الزكاة البحث عن المساكين والمحتاجين ويعني إعطاء مواد أساسية أو أموال بحسب الحكمة هذا جزء الأنفاق من رمضان تعريبا يتبذر دائما دكتور رمضان شهر القرآن والإنفاق القرآن عناية فائقة بالقرآن وعناية بالإنفاق يتبذر دائما إلى ذهن دكتور هل عبادة الصيام مربوطة بعبادات الأخرى خاصة كالصلاة؟ يعني تجد أحيانا في رمضان بعض الذين حتى لم يصلوا للآن يصومون رمضان كوا Marganto هو الجواب سعدي الصيام من أجل الصلاة من أجل أن تنعقد لك مع الله صلاة والحج من أجل الصلاة من أجل أن تنعقد لك مع الله صلاة والزكاة من أجل الصلاة والشهادة من أجل الصلاة هي الصلاة عماده الدين من أقامها فقد أقام الدين كل العبادات الأخرى غير الصلاة من أجل الصلاة حتى لو كان ما بيصلي الدكتور يصوم على الله سبحانه وتعالى يفتح له يعني همة للصلاة والله أنا صعب استوعباه السؤال عليه صعب كثير أنت عم تعبد الله العبادة الأساسية الأساسية تاركها وبدك العبادة الثانوية الصلاة عماده الدين هي من أجل الحجز من أجل الصلاة والصيام للصلاة والاستقامة للصلاة والعمل الصائح للصلاة ترك الصلاة شيء كبير أنا ما بيتمنى أحكي الكلام بالإذاعة بين الإنسان وبين الكفر تركوا الصلاة مشغلة سهلة طبعا بس تركوها نوعا تركوها جحودا بفرضيتها كفر بواح لكن تركوها تقصيرا معصية يعني يؤمن فيها لكنه يتكاسل عنها تعد معصية تكاسلا معصية لو كنت أنا من هذه الفئة الدكتور المتكاسلة وجاء رمضان وبدأت الصيام تنصحني على له يكون بوابة إلى نفتح مع الله برمضان صفحة جديدة جميل والإسلام يجب ما قبله جميلة صفحة جديدة يعني إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئوا فلانا فقد استلح مع الله الله أكبر رمضان صلح مع الله يا سلام من واحد رمضان الإسلام يجب ما قبله حتى لو ما كان يصلي يبدأ الصلاة من واحد رمضان إذا صلى صلاة متقنة ما بيتركها يا سلام لأنه سيذوق حلاوة الإمان بها الله يفتح لك يا دكتور جولة جديدة من شركات مستمعين مصطفى تفضل يا أخي السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله فرصة طيبة عم نحكي مع الشيخ النابلسي فرصة طيبة اسمعنا صوته أهلا وسهلا أنا طبعا بس معك على حياة فئم بس مش كثير عن بحث جريطة صلاة بس يا دكتور بس عندي سؤال بعد إذنك أنا ممرض وراح يصدف أكثر من ثلثين رمضان راح أكون فيه بالدوام اللي هي شفتات نحكي شفتات اللي بعد الظهر للساح 11 بالليل أو شفتات راح تبلش الساح 11 بالليل فراح يصدف كثير أيام ما راح أقدر أصلي الترويح في المسجد وإنت ذكرت قبل شوي أنه حلاوة للصيام ماشي لما بتجي على البيت في قصرية من ركعات فقط طبعا أنت برمضان جمعت بين خيري الدنيا والآخرة يحول بينه وبين عبادة الجماعة أنت لما عم تتفقد المرضى برمضان بساعة متأخرة عبادة كمان هاي أنت عم تقوم بواجبك طيب كيف دكتور يحاول يكسب يعني الأجرين يعني منها يبقى في عناية المرضى ترويح في بيته الترويح تصلى عشرين رقعة تصلى تماني تصلى بالبيت تصلى بالمسجد في غير خيارات با هيك في غير هيك اليوم اللي ما في عمل يروح المسجد ايه واليوم اللي في عمل ببيته يصلي ساعة مانئة ما يستطيع أن يصلي في مكان عمله دكتور إذا كان مسموح ما في مانئ إذا كان له غرفة خاصة ما في مانئ يعني أنا مثلا أفترض أنني مصطفى ممرض دكتور نعم أنا هيت جزء من عملي ولأن أنا في وقت استراحة أو ما في عمل مو شرت صليه وراء بعضهم كله ركعتين ويفقد المرضى شوف المريض راح وكمله جميل جميل الله يكرمك يا دكتور أم عبد الله باتصال جديد تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت إحنا كل سنة بنسمع أنه شهر رمضان أوله رحمة أوسطه مغفرة آخره أتقل من النار نعم بس يفهمني هذا الشيء هذا صحيح الكلام ونلاقي أنه شهر كله رحمة للإنسان يعني هو كله رحمة وكله عثق من النار إذا حكيتهم كلهم صحيحات نعم لكن كانوا يتحدث دكتور عن يعني يعني هو لما ثبوت الحديث صام صيام دقيق الحديث صحيح نعم لما صام صيام دقيق النهاية عثق من النار أنت فتحتي مع الله صفحة جديدة ونجحتي بس مش المقصود فيها أنه أول عشر أيام فيها الرحمة أول عشر الوسطى المعنى العام نعم تؤخذ بالقام أول قسم ثاني قسم ثالث قسم نعم بس بس ساعات الشغلة يعني الإنسان يسعى إلى كل هذه التفصيل حتى يكتب له في نهاية العتر دكتور في نهاية حلقتنا يعني ونحن كما قلنا على أبوه بشهر رمضان المبارك ماذا تنصح دكتور من هو مقصر بحق الله عز وجل مثلا هو عاقل الولدين أو ظالم ماك الحقوق إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله إن اصطلحت مع الله في رمضان غفر الله لك ما تقدم من ذنبك أما المعاصي التي يبنى عليها حقوق العباد هذه لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة يعني ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد هذا الذنب يغفر بإحدى حالتين إما بالأداء عليك دين أديته وغفر لك أو المسامحة سامحك أما الذي لا يغفر هو الشرك ذنب لا يغفر هو الشرك يغفر ما كان بينك وبين الله لا يترك ما كان بينك وبين العباد ونعمة بالله رب العالمي دكتور لمن يريد أن يقترب من الله سبحانه وتعالى شاب ما بيصلى ويبدأ صلاة أخت لم تتحجب تريد الاحتشام لكن الهمة متدنية ماذا تقول لهم دكتور لرفع الهمة على أباب رمضان لا بدك حاضنة إيمانية بده هالشب رفيق مؤمن يحضوا على الصيام والصلاة بده هالبنت رفيقه مؤمنة محجبة تحض على الحجاب وعلى الصلاة بدك حاضنة إيمانية عبر عنها الله بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بدك جماعة مؤمنة مستحيل يكون واحد ملتزم حوله ناس متفلتين بدك حاضنة إيمانية الله يفتح لكم يا دكتور ودليل القرآن اتقوا الله وكنوا مع الصادقين